السلام عليكم البنات مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم هنقدم لكم فيديو مختلف شوية على الفيديوهات الأخرى سوف تشوفوا معي كيف حضرت كوموند من البداية حتى الأخير كتكون من المعلكة سابلة عادية سابلة بريستيج وما جاورهما من الحلوة من البداية حتى الأخير كيف عبرناها كيف زوقناها كيف جمعناها في الكوارتن ديالها بقوا معي تشوفوا من الأول حتى الأخير كيف سنقدروا هذا كوموند أولا سوف يكون لدينا الليمون ديال الشوكولات اللي كان قلت بمصاب لبريستيج كيف ماشته درت فيهم نقيطات ديال الشوكولات البيض وكم بدأ كنمسحهم بالنسبة للشوكولات البيض راح نديره في حماء مريم حتى يدوب مزيان ويسخن مع راسته كنم بدأون نقطه ماشي كان عمروهم وإنما غير كان نقطه من اللي كان نقطه كنم بدأون نمسحه لماذا لاحقيتش هني غان نسالي خفته قبل ما يجمد ليه باش نقرب لكم وتشوفوا وفيه مرم بلا شوكولات بلا كنمًا ومسح مع ضوارات ديالشوكولات الشوكولات ما يبقى مزوقة مزوقة ديالشوكولات أقفل من الأسود نقاطة البيضين لا يوجد تشكي ونقرب على سبيلها ونضيف من الأسود بعد ذلك دخلتها للفريجو ودخلت شوكولات البيض يدوب ودوبتها ونضيفها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لن نسخ المقبض نقضي الى الجانب في القناة نرى القناة لنضع الشكلات العادي لديها مزاق هذا المزاق سوف نضيفه البيض نضيفه في سفر سوف نضيفه في سفر سوف نضيفه في الأسفر ثم بعد طريقة هذي كذلك عندي هذي هنا كذلك عندي هذي بيض كذلك عندي هاد البيض كيفما كنتي كمتا هو سامبل في شوية ديال الشريطات هانتوما البنت هاشكل اللي غادي نديرو دابا سابليل تحت فوقو هاد الاطار في البيض ديال الشوكولات و الفون درناه في صفر او اللغونج فاتح عندي هنا يفعد الخالط هذا باش كنخدم عندي الكون فيتور جاري معاها الروح ديال الحامض ومعاها شوية ديال مزهر ونباش اه ونباش هاد شكل اللي مخلطو كنديرو فوق البوطا حتى كي يطلق راسو مزيان وانتوما طريقة تزوقها يراه كنديرها وكتامكم يعني كنقبته السابلي كنحطو معلقة الوسط اللي غادي خرج لينا من الاطار وشوية اللي غادي يلصق وكنلصق عليه الشوكولات كنوركو غير بشوية بش ما يترس شلينا بالطريقة هادية غادي نكمل قاعد السابلي هنتم البنات هنتم السابلي ماشي من الجهة اللي رطيبو زوينا من الجهة الخرع علي اشكنا حطين هادي غادي غادي هاديكي يلي كنزوقه باش تبقى أن الجهة اللي بين هي الجهة المزيانة مفهم يعني ما كانزوقه السابلي من الفوق كانزوقه من التحت وضعه على الخالط وضعه فوقه الإطار وضغطه قليلا نضغط طريقة حتى نسالي هذا الشكل كامل سوف نقطع ونضغط معكم بعد أن نسالي هذا الزوق أفضل الزوق لم أعدنا قليلا كاميرا سوف نقوم بوضعه لديه مظور وخاطبة المروب المروب سوف نزع المربع يضع المربع يجب أن نزع المربع أولاً سوف نزع المربع في سجد الفرمبوز تباع الفرمبوز اضع تحويق الفرمبوز نقوم بتحبير الفقانية تحبت بالطائق من كالطاز نجف التحول على الدخول بعد الفرمبوز نساجم لبنات هنا قبل ما نزوقه سنزوقه بشوية الكوكو عندي هنا ناباج وعندي هنا كوكو مهرمش بالبنسو نزوق هذه البليصة بالناباج نسيحه بشوية الكوكو تباوكو مهرمش نحن نسيحه بشوية الحب مبواز بش متل سخلينه يعني هنشارك معاكم غيزوج مش منطورش عليكم الفيديو هنتو ما كيفي اشجت هنتو ما البنت اشتركوا في القناة اشتركوا بالفرامبواز اشتركوا بالشكل الاخر ايضا السخف عن النصوات اشتركوا بيض�� لسبة الوخ Build سليمان كاتلاليكم كان مسحه مزيان بالنابج بالطريقة بالبنسو ما نكترش بزاف يعني غير شوية راكية للسق سوف ندروا عليه الشوكولة شوكولة الشوكولة الشوكولة المهم سوف نخليهم حتى ننسلي الكمية كلها عاد غادي نزوقوا له الوسط تيالو أجلت أن نضغي شوية الخاطر وضعوا شوكولة الشوكولة بشوكولة الشوكولة بشكل كامل حتى ننسى لقاء الكمية اتفاضل بدا مني تفكرت بغيت نشكركم بزاف على الكومنتر أعرف زويني اللي كتخليوا ليه في الفيديوهات اللي قبل شكرا بزاف شكرا على التعم ديالكم واخرى صراحة راقلة الدعم راكت خلي بنات ما بقيش يقدر يدير شي فيديوهات جداد والله لبنة هاد الوسط هادا راها نسيت هادي موردكم شادي نسيت اسحب نزالي تلقي تهدي البيسكوية يحدا يو لبنة بالنسبة للوسط را غادي نزوق بالرقائق ديال رقائق ديال لوز مخلط مع ليه في خويسك ومخلط مع ليه في خويسك مخلط مع ليه في خويسك مخلط مع هوا وشوية ناباج مع هادي مشتوه هما باش غادي نعمر هاد الوسط كيف مكتلكم الرقائق ديال لوز مع ناباج مع ليه في خويسك مخلط مع بعض يوتهم او من المعنقه يضعون بيديه يجب عليها بيديه افضل المعنقه يضعون على الشوكولات يضعون بيديه كولور باين يضعون بيديه او عرفين نسهل الكمية ونعود لكم المزيد من التصوير نفتح الشكل نهائي نضيفه إلى المزيد من الداخل نزل هذا الشكل هناك الكراميل والشوكولات والكاراميل ونحن مخلطة من باماغي من حمام مريم سوف نستخدم الى الوراء ونقوم بعمال فاكتورة من المفرامبوز نكمل جميع الكيمياء نتمنى أن هذا مواضح سراحة كانت تلاحظة ووضح أكثر ما يكون ما يوضح لي اخليها في الكمنتر نوضحها على رأس العين اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة